بسم الله الرحمن الرحيم معكم احمد مبروك من قناة احمد مبروك فيزيكس النهاردة يا جماعة بنشرح البرنامج المعظم للمدارسين دلوقتي والمحاضرين والناس الطلبة بتوعي الجامعات وطلبة المدارس بيستخدموه هو برنامج مهم جدا ليهم دلوقتي وسهل وبسيط من ابسط البرنامج ممكن تعمل بها مؤتمر ممكن تعمل بها اجتماع ممكن تعمل بها محاضرة كاملة ممكن تعمل بها حصص ممكن تعمل بها دروس أونلاين البرنامج ده هو برنامج كلاود زوم او بنسميه زوم. طيب عشان نشتغل بس في البرنامج ده في حتة في الاول لازم تكون عارفة. قبل ما تشتغل على برنامج زوم وانا برنامج زوم هبعط لك اللينك في الوصف بتاع التحميل بتاعه. بتحمله الموقع الرسمي بتاعه عادي وبعد ما تحمله وتعمل ساين ان. انا دلوقتي بشرح زوم من وجهة نظر التيتشر مش الستيودنت. يعني ايه? يعني دلوقتي انت كتيتشر هتستخدم زوم ازاي? اه ده الفيو بتاع النهاردة فيديو صغير كده. في فيديو صغيرتين ان شاء الله هينزل قريب. للعكس بقى. ازاي تستخدم زوم كستيودنت? يعني ستودنت بيستخدم زوم ازاي? يبقى كلامي دلوقتي بموجه اكتر والمدارسين ودكات الجامعة واصحاب المصانع والناس اللي بتقدر تعمل مؤتمر او بتحتاج تعمل مؤتمرات اه مختلفة اه اونلاين. يبقى انا دلوقتي زوم ازا تيتشر. طبعا هو شبه جدا ازا ستودنت اختلاف في حاجات بسيطة هنشرحها واحنا شغالينه. طيب انا كتيتشر دلوقتي بحضر الحصة بتاعت ازاي? انا بعمل حصة انا مدرس بعمل حصة. بحضرها ازاي? قبل ما افتح زوم اصلا بعمل حاجة شوية تفاصيل كده بسيطة ومهمة. بفتح الكل الشغل اللي انا هعرضه للطلبة اثناء الاونلاين آآ سيشن. يعني ايه? يعني انا عندي باور بوينت مجهز باور بوينت اهو. ده باور بوينت انا مجهزه ومخليه تحت كده عمله ما خليه تحت. مسلا في امج او صورة هحتاجها اثناء الشرح. انا مجهزها ومخليها تحت بعملها وكمان عندك ايه? لو في فيديو. لو في مثلا اه اه لو في عندك اي حاجة عايز تعرضها اثناء الشرح يفضل تكون مجهزة الاول عشان توفر وقت اثناء ايه? اثناء زوم ميتينج متعودش تدور قدام الطلبة ومتبقاش ايه لايه الحاجة ما كانها فين. طيب انت لو ما عملتش كده مش هتفرق كتير بس هي هتاخد معك وقت زيادة الفاضي. فانا بجهز كل الحاجات حتى لو فيه امتحان او تست ممكن اجهزه برضو قبل ما اشغل زوم. بعد ما هتحمل زوم من من اللينك بتاع وتعمل ساين ان هتفتح برنامج زوم هيفتح معاك بالمنظر ده. ده منظر زوم ده المفروض الواجهة بتاعته الاساسية فيها اربع اه خانات فيها اه اه زيان انت شايفين وشير سكرين. انت كتيتشر يهمك بس الجزء بتاع بس. ملاكش دعب وبقى الجوين. الجوين ده هو ده الستودينت. الستودينت هيخش بيه كجوين. هو اللي هينضم لي الحصة بتاعتك او السيشن اللي انت عاملها او المحاضرة اللي انت عاملها. لكن انا كتيتشر انا يهمني بتاعتي. ويهمني كمان ممكن اعمل جدول ونزل الجدول بعد كده ابعته للطلبة بتوعي. يعرف انا امتى هنشتغل اه 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 ميتنج. اه انا هبدأ بالنيو ميتنج عشان ده الشغل فيها كله ده الحتة المهمة. اما الاسكيدول ده حاجة بسيطة انت ممكن تخش وتعملها. مش محتاجها دلوقتي هتحتاجها وانت شغال جوه النيو ميتنج. انا هعمل ميتنج دلوقتي افترضية. وهافترض ان فيه طالب معايا هو يخلي ابني كأنه هو ده الطالب وهيخش معايا دلوقتي. دلوقتي ركز ابقى معايا انا هبدأ الحصة وكاين بيقول بسم الله الرحمن الرحيم هبدأ ايه? افتح الحصة. بعمل بدوس على نيو ميتنج. طبعا انت مسجل قبل كده عامل جوين ان. اول ما هتفتح نيو ميتنج هيفتح لك القايمة او الشاشة دي. الشاشة دي مش تبقى سهودة. هو بيعمل كونيكتنج. طبعا لازم يكون عندك انترنت. البرنامج ما بيشتغلش الى طبعا مع الانترنت. لاحزت دان ايه على الشمال هنا? قال لي ايه? ما قدرش خليك تشغل الفيديو اثناء العمل. ليه? لان انا دلوقتي بسجل حضرتك بسجل ببرنامج بيستخدم الكاميره الفيديو اثناء التسجيل. لكن انت وانت شغال هتعمل عادي ايه? هتعمل وتختار او الفيديو هيظهر يعني صورتك نفسها ووشك كده والامج بتاعتك هتظهر على الشاشة. طب هنا في اختيارين بيقول لك جوين كمبيوتر اوديو يعني دخل الصوت يعني الاختيار ده. اه طب الاختيار الاولاني ده هي ايه? هيدخلني على كده المفروض انا بزبط لاحز بقى ايه? لاحز الا انا هكبر لك الدنيا دي شوية عشان تبقى شايف اكتر. لاحز دلوقتي على الشبال الميوت. ممكن ادوس هنا على الجزء ده اعمل لو انا مش عايز حد يسمع صوتي. يعني اثناء المحاضرة وانا مسلا بعمل محاضرجات لمكالمة. فمش عايز الطلبة تسمع المكالمة. فبدوس هنا على كلمة ايه? كلمة ميوت. كده انا قفلت صوتي انا. فالطلبة مش هتسمعني. واضح كده القصة دي. دي نقطة برضو من نقطة ايه المهمة. الكاميرا مقفولة. ما قدرش افتحها بالنسبة لي انا بس دلوقتي في الحالة دي ما قدرش افتحها. عشان انا بسجل لك من البرنامج. البرنامج ده بيستخدم نفس ايه كاميرا الفيديو. لكن في الطبيعي انا ممكن افتح في الطبيعي بقى في العادي بفتح الكاميرا. والطلبة هتبقى شايفيني اثناء ايه? اثناء العمل. انا هفتح الصوت برضو خليه سجل مش مشكلة. طيب عندي هنا شوية اختيارات كتيرة جدا. انا هبدأ بايه? هبدأ باهم نقطة فيهم هي ان انا لازم ابعت لينك للطلبة عشان تخش معي على مين? تخش معي على زوم. طب ابعته ازاي? يعني مسلا انا عندي الطلبة دي عمل لهم جروب على الواتس. او عندي الايميالات بتاعت الطلبة دي. او حتى بالتليفون ممكن اقلهم العشان يخش معي على الحصة يخش الحصة ازاي? فبص كده معي ببدأ من كلمة ايه? دي لما ادوس عليها كده هيظهر على الشمال زي على اليمين زي انت شايف كده كل المشاركين معك في الحصة. طبعا انا الحصة مفيش الانها بس دلوقتي فيها. ولاحظ مكتوب جنبيها ايه? احمل مبروك ده اسمي. وبعدين ايه? اه ده اه هست. يعني ايه هست? يعني انا المسيطرة على المحاضرة. انا اللي اقسم المحاضرة واترده. اه اقفل عليه صوت. اه اكلمه اه اكلمه هو بس الواحد وكده يعني. طيب. القائمة اللي علمين دي فيها شوية حاجات مهمة. اول حاجة وهي اهم حاجة انفايت. انفايت يعني انت هتدعو الطلبة او الطالب اللي انت عايزه للدخول على ايه? المحاضرة بتاعتك. او ما ادوس انفايت بص هيظهر لك ايه? يظهر لك اه فوق خالص هنا في حاجة اسمها جوين ميتنج. بص عليها جوين ميتنج فيها ارقام. تقريبا بpic 11 رقم. ده جوين ميتنج الطالب بايه بيخش عليه. الطالب لما بيخش كلها زوم. بيكتب جوين ميتنج. بيجالوا اييه? بيجالوا محتاج الرقم بتاع ايه? بتاع الجوين ميتنج ده كادري.ة ايد. بيكتب الرقم ده عنده. طيب تحت خالص في ايه? في ميتنج باس ازا ما انت شايفين ميتنج باسورد اللي هي 4SGs3. اي طالب هيخذ الباسفورد ده خلاص هيقدر يخش على المحاضرة. بس لازم فيه تصريح. لازم انا عمله تصريح بالدخول يعني هيوصل لي هنا اسمه وصورته بعد شوية. بس انا ما ينفعش يخش كبه بمزاج وزايبه كأنني بالذات واحد بيخبط على الباب. لازم تقول له دخل. لما قطولش يدخل هيفضل مطروض برا. طيب فيه كمان آآ حاجة تانية. طبعا بص فيه طالب او زهر. اسمه محمد مبروك اللي هو ابني يعني. وهنا عملت له ادمن ادمت. يبقى انا كده هدخله معايا على المحاضرة. بس قبل ما ادخله على المحاضرة هقولك على طريقة تانية ازاي تعمل بها جوين للطلبة وطريقة بوردو مهمة. انك تخش على كلمة ايميل. تدوس على كلمة ايميل. مسموح لك تستخدم ياهو ميل او جيميل لحياة المشهورة او ديفولت ايميل لو انت عندك ايميلات مختلفة. انا لو دست على جيميل. هيفتح لي بقى حاجة مهمة جدا. بص كده معايا هيفتح ايه? هيبدأ يخشيلي على الايميل بتاعي الاصلي. اللي انا عم مسجله اصلا على الكمبيوتر بتاعي. وهيديني اه قايمة ارسال كأن انا هرسل دلوقتي ايميل. الايميل ده لوحده كده من غير مكتب حاجة يكون فيه بتاع المحاضرة. وفيه بتاع المحاضرة. وفيه كمان اللينك اللي ممكن اخش بالمحاضرة. زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي مكتوب ايه? شايفين اللينك? اللينك ده مجرد ما اتطلب لو ضغط عليه يخش عطوله المحاضرة من غير ما يحتاج الميتنج اي دي او الباسورد. وهنا الميتنج اي دي والباسورد. لحظة انا ما كتبتش حاجة هي تسجلت لوحدها. كل اللي انا هعمله بس اشوف الايميل ده هبعته المين? فانا ممكن ابعت ايميل ده لأي اه اي شخص انا عايزه مسلا. وابدأ اقول له اقول له سنت. يبقى خلي بالك انت دلوقتي ممكن تدخل الايميل للشخص اللي انت عايزه باي طريقة. انا دلوقتي هرجع دي الايميل. انا مش محتاج الايميل لان انا بعمل دي ده بكتشيك بس على ايه المحاضرة بتاعتي من خلال ايه? من خلال الشخص واحد بس اللي هو المفروض بجرب مع ابني. طيب ابني ده كأنه طالب دلوقتي دخل. الطالب ده اللي انت شايفين اللي هو ايه محمد مبروك. لقيت فيه جلمة ايه? ادمت. ادمت يعني هدخله معي على المحاضرة. هدوس ادمت دلوقتي ودخل محمد معي في المحاضرة. بقى دلوقتي المحاضرة فيها فردين. اه فرد اسمه محمد وفرد اسمه احمد اللي هو انا. خلي بالك انا مكتوب جنبية هو لسه بيعمل. لاحظ بقى حصري لقاتي. لاحظ ان هو بيظهر الصورة المتسجلة عنده على الايميل بتاعه. يعني الايميل بتاعه صورة الاساسية هي كلمة ام. فخلص يظهر كلمة ام. انا صورة الاساسية هي الصورة اللي موجودة عندكم فوق انت شايفينها فوق دلوقتي. اه ممكن اسمح له ان هو يفتح الكاميرا او لا. وهو ممكن برضي يرفض دخول الكاميرا او لا. او نتكلم مع بعض ونعمل شايت عادي ولا لا. فممكن نجرب دلوقتي الاول ان حنعمل شايت عادي انا بحاول اعمل شايت دلوقتي مع محمد يفتح الكاميرا ويفتح كمان المايك ونتكلم مع بعض عشان ايه نعمل ديسكاشن دلوقتي حالا. آآ نفتح الكاميرا كده يا محمد ونشوف يا ترى لما تفتح الكاميرا وتفتح كمان الصوت هيظهر ادي محمد. السلام عليكم. باكم السلام. اخبارك ايه واحملت? الحمد الله. طبعا ده محمد انا مفترضي ده طالب في اي مكان بقى في العالم انا بتعمل معاه المحادثة دي او الشادة. خلاص محمد شكرا ايه في الكاميرا? وخلي الصوت بس يشغل معايا كده. دلوقتي انا الطالب قدامي اهو. وطبعا زيه هيبقى كتير. يعني الليستة دي هيكون فيها الليستة العالمين دي هيكون فيها طلبة كتير. انا اختار الطالب ايه? لو انا عايز اتكلم طالب لوحده معين ممكن ايه اتحاور معي او اتكلم معي. طيب فيه كمان حاجة مهمة للغاية. انا دلوقتي هشرح. انا عايز اشرح يا جماعة محتاج بورد اشرح عليها. اه ممكن تلاقي عندك بورد. بص كده معي. الاعلام الخضرة دي اللي هي فيها كل الشغل بتاعنا. اول ما تدوس عليها هتلبقى فيها كل الحاجات اللي انت مجهزها قبل كده موجودة. وكمان في يعني مسلا انا ممكن ادوس الاول على الوايد بورد. الوايد بورد دي حاجة تلقائية موجودة جوازوهم. انت مش محضرها ههو محضرها لكم جاي زي لك. وادوس كلمة تحت خالص. هتظهر الوايد بورد بالشكل ده. لاحز القلم اللي ظهر ده. ممكن اشغبط ممكن اكتب. ممكن اعمل مسلا حرف بدارس لحد مثلا لتر ايه. ادارس لحد لتر بيه. ممكن اوصل ده مع مع اه تابلت مسلا بين واكتب بقى براحتي وقعد اشرح. وغير اللون اللي انا عايزه. واتلاقي محمد دلوقتي المفروض سمعني. سمعني يا محمد اللون اللي انا كتبت بيقى لونه ايه? ايوة اخضر. اه تمام صح كده. يبقى انا دلوقتي اعمل شات مع الشخص وبكتب اللي انا عايزه وممكن اشغبط وممكن ارسم واعمل اللي انا عايزه. ولاحظ ان القائمة دي اللي فوق دي فيها كل الادوات بتاعت الكتابة العادية. لو انت عايز تكتب كلام عادي يعني ممكن تعمل علامة نصية كده. وتدوس هنا في مربع نص. وتكتب مسلا اه بسم الله الرحمن الرحيم. مسلا يبقى انا كتبت ايه كلام? باللوقع العربية العادية او بالانجلش او باي لوقع. ممكن اعمل درو دي برضو حاجة ظريفة. ارسم. لو انا مسلا مدرس ماث او مدرس رياضيات ومحتاج ارسم اسهم. محتاج ارسم تريانجل. ارسم مربع. محتاج وانا بشرح اقول للطلبة اي ده عندي مربع قائم الزاوية. مش عارف عامل ازاي. ممكن اقول له هرسم دايرة. وابدأ اعمل رسومات هندسية اثناء الايه? اثناء العمل. ودي طبعا دي طبعا النقطة بتسهل كتير جدا في التعليم. طيب في كمان آآ ستامب. ستامب يعني شوية علامات. لو عايز ادوس مسلا هارت لواحد عمل حاجة كويسة. اروح ندائس هارتي هنا. او ادائس ستار او رايت او رايت كليك او حاجة صح. كده يعني. في كمان ان الكلام يكون آآ متشاور عليه بطريقة معينة. في ريزر اللي هي الاستيكا. ممكن امسح مسلا اللي انا كتبته. الشرابات اللي كتبتها دي مش عجباني ام صحة. اي حاجة هادوس عليها بالاستيكا دي هتتمسح بسهولة. وطبعا ده برضو ايه? امكانية كويس. اتغيري اللون للفورمات. اغير اللون واغيري بتاع القلم. لو عايز اكتب عنوان كبير قوي. ممكن اكتب بالايه? بالعنوان الكبير. واكتب كلام آآ ادخن شوية بدل ما بكتب آآ العادي. فخلي بالك كله بقى ايه? آآ كل ده يعتبر بالنسبة لنا امكانيات رائعة. ممكن اشتغل بيها بسهولة. آآ انا هلغي بس الريزر دلوقتي عشان ايه? آآ اشتغل بالآ بالقلم. طيب ممكن اعمل اندو. ممكن اتراجع عن اي حاجة عملتها. او اعمل اراجع لحاجة كنت كتبتها قبل كده او اغيرها. وممكن اعمل سيف للكلام ده كله لو هي محاضرة كتبت بقى فيها كلام كتير. بدل ما طالب قدامك يقعد يجيب وراء وقلم ويكتب الكلام ده ويضيع وقت كبير. احنا هنسهله نعمل له لكل اللي الكتب ده. دي بالنسبة لأيه البورد. انا هعمل لما بعمل بيرجع الصفحة تاني زي ما هي الاساسية اللي فيها صور الطلبة او الفيديوهات بتاعتهم. طيب انا دلوقتي عايز اعرض للطلبة حاجة على الباور بوينت. برضو بص كده معي. انا كنت مجاهز على الباور بوينت مسلا الشغل ده. بيدوس على كلمة كده اللي انا شايفه دلوقتي الطلبة كلهم شايفينه. يعني مو سأل نسأل محمد معنا. ها يا ابو حميد مكتوب فيه كام? ثورتين. او ثورتين. ايه? او كلمة كريوجينيكس. ده مسلا الدرس من الدروس اللي انا بشرحها. فبجهزها كده واعد اشرح عليها. واعد اقلب عادي كأنك على الباور بوينت العادي. بقلب السهم عادي. واعد اقول للطلبة دلوقتي احنا هناخد كزا والنهاردة بتاعتنا آآ ايه وبي وسي كزا. فبتشرح علي كل الشرح بتاعك وتخلصه. وبعد ما بتخلص الشرح على الباور بوينت تدوس ستوب شير او لما دوس ستوب شير يا رجع تاني للصفحة الرئيسية بتاعت ايه بتاعت زوم. ممكن برضو اعرض فيديو. هو يعني في عرض الفيديو محتاج نتقاوي شوية. محتاج نتقاوي بالنسبة للمتلقي يعني اللي هو الطلبة. بس هنجربه مع بعض كده لما دوس شير فيديو واشغل الفيديو. لاحز ايه? ان الفيديو بيشتغل عادي. المكتوبة قدامك المعروفة. المعروفة اللي هي اصغر موجودة في الكوانتن فيزيكس. يبقى انا كده شغلت جزء من الفيديو بتشوف الفيديو ده. وممكن تعمل برضو جنب على نقطة تانية معايدة. او نقطة حاف. وتشرح حاجة. لكن الكوانتنها تبقى في لوت اكتر. انا مجرد بس بقى اي بقى وريك امكانية بتاعت انك ممكن تعرض اي حاجة انت عايزها. سواء كانت فيديو سواء كانت امج. اه ممكن تعمل امج لو فيه صورة انت مجهزها في الشرح بتاعك ممكن تعمل امج زي دي كده. وتقول له برضو وظهرت الصورة وتوقع تشرح عليها شوية كلام وبعد تعمل ايه للشغل بتاعك. لاحز ايه? لاحز ان كل امكانيات كمحاضر عندك انك تكتب وتمسح وتسجل اه وتشغل حاجات كتير. طيب انا عملت محاضرة قيمة جدا مسلا مع الطلبة. وحاياس ان المحاضرة دي اصلا كانت هتبقى مفيدة. عايز بقية الطلبة تشوفها وتتفرج عليها. هل ممكن احاول كل المحاضرة دي من اول ما بدأت لحد ما انتهيت احاولها لفيديو عادي? قال لك اه حاجة سهلة جدا. بص جدا معايا توز ايه? ندوس كلمة آآ مجرد. ودلوقتي احنا آآ نقدر نستخدم امكانيات كتيرة جدا جدا في زوم. يمكن حتى اكتر ما اللي انا بقولها بس انا بركز لك على النقطة كمدارسة تتعامل ازاي? طيب ازي اعمل بقى على الطالب? دلوقتي محمد مبروك ده طالب قدامي ممكن ايه? ممكن انا ادوس على كلمة ميوت او نعم الكلام خالص. مهما اتكلم بقى هو عنده انا ايه? مش يخليه يتكلم. دي طبعا اوبشن كويسة. ان انا خليه ما يتكلمش الا لما انا ادي له الازن بالكلام. ودي طبعا بتنفع في المحاضرات اللي فيها عدد كبير. عدد كبير مسلا زي عشرة مسلا عشرة من الطلبة خمستاشر عشرين. لما كل واحد هيقعد يتكلم عنده في في الاسناء المحاضرة هتبقى هيصة مش هنسمع حاجة من بعض. فانا بعمل ميوت ميوت اول ممكن اختاره من تحت خالص هنا زي ما انت شايفين ميوت اول كل الناس تبقى ميوت معادة بس. لما طالب يكون عايز يتكلم عنده هو ان هو يعمل آآ آآ ويرفع ايده وكده فانت تختار له او تفتح له الصوت وتسمع على الطالب ده الواحده. طبعا دي طريقة برضو اللي عامل كأنك في محاضرة عادية المحاضرة دي الطلبة كلها قاعدة سكتة واللي عايز يتكلم بس بيرفع ايده ويستأزل وده حاجة اكتر زي ما انت شايفين كده شايفين ايدي ارترفعت ايه? كده محمد مسلا عايز اقول حاجة. فانا بعمل له ايه? واشوف هو آآ عايز ايه? واقول له يا بطل اتكلم مسلا اقول ايه? قول انت عايز ايه? لاحظ الابشن ده ايه وحمد كنت عايز حاجة ولا انت يعني? طيب كويس. اشكرا جدا. يبقى انا ممكن ايه? اعمل آآ للطالب. آآ واخليه ما يتكلمش واعمل لكل الطلبة. وممكن نفس الكلام في موضوع الفيديو. آآ ما اسمحش لاي حد ان هو يعيد فيديو بتاعه خالص او يظهر بالفيديو. لان في طلبة تبقى مسلا نايمة او مش مشكلها مش قوي او لبسة لبسة مش مناسب. فانا في ساعات بقى ايه? بمنع الكلام ده. طبعا دي طريقة آآ طريقة زوم كده بالنقط المهمة اللي فيها كلها. في حاجات اكتر من كده بكتير. يعني انا مسلا استخدمت زوم بطريقة برضو اعلى ممكن تعرفها. خليت وراء ويت بورد. وثبت اللاب توب كده على مكان عالي قدام الوقت بوردي بالزبط. وكت بشرح على البوردي نفسها بساعات. يعني بساعات لو انا عايز اكتب بشرح يدوي كده. فكت باجربها على الشرح اليدوي كانت برضو تبقى ظريفة وبتنفع. فدي من ضمن الطرق الايه? المختلفة في الشرح بتاعة زوم. اتمنى يكون الدنيا كده اه اتلامت بالنسبة لك وانت فهمت القصة ايه. طيب انا قلت كنت لو عايز يسجل هدوس ايه? هدوس على تحت. آآ مجرد ما هدوس على هيبدأ يسجل. انا مش قادر اسجل دلوقتي عشان اصلا كده كده انا بسجل دلوقتي عثنا العمل. لكن مجرد ما تدوس هيعمل ايه بقى? هيسجل لك كل اللي انت عملته في المحاضرة وكل اللي انت عرضته في المحاضرة ازا فيديو. ويبقى عبارك عن فيديو. ممكن الفيديو بقى تتوزع لاي حد تنزله على اليوتيوب. ممكن اي حاجة كده انت حولت كل شغلك لايه? الفيديو من علامة ريكورد اللي ايه اللي تحت. آآ الرياكشن بقى اللي فوق دي ممكن تعمل الرياكشن انك تبقى دلهم اوكي. دلهم برافع عليك وتديهم اي رياكشن كده مناسب للايه اصنع الحصة. ده كده باختصار جدا حاولت للملك على عد ما اقدر برنامج زوم آآ اتيتشر. وانت كمدرس تقدر تستخدمه ازاي? وهتلاقيه. جربه كده تاني وهتلاقيه كويس. وان شاء الله بازن الله تستفد منه. والفيديو الجاي انا هشرح ازاي الطالب يستخدم زوم بطريقة برضو فعالة ويقدر ايه يستفد منه في المحاضرات. آآ شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم احمد مبروك آآ مدرس فيزيكس.